السلام عليكم ورحمة الله بهذا الفيديو الإجابة على أسئلات المتابعين أخذت قسم من التعليقات وإن شاء الله راح نجاوب على أسئلتكم التعليق الأول عندي سؤال أنا أريد أدرس خامس علمي هل راح يتغير منهج لأن راح يحثون التطبيقي والأحيائي ممكن تردين فيديو خاص طبعا على أساس هالسنة ينحدث التطبيقي والأحيائي ويرجع علمي وأدبي لكن أشو لحد الآن الوزارة ما تحدثت بهيش موضوع يعني أنت من حقك تريد تدرس للخامس علمي لكن نقول أدرس يعني كنصيحة أدرس التربية الإسلامية أدرس اللغة العربية أدرس اللغة الإنجليزية أدرس العلميات لأن هم الكاظمي قال راح يتغير العلميات راح نغير العلميات فبعد ما نعرف هساني جاي يستمر بديت صلي يومين جايش راح للرابع العلمي بديت لهم الأحياء وبديت لهم الكيميا يعني راح نستمر بالتدريس وبعد ما نعرف شنية سيتغير المواد سيحذفون الأحياء والتطبيقي ما تحدثت الوزارة لحد الآن بهيش موضوع أكيد هسا مجغولين معرف كانوا مجغولون بالثالث متوسط وهسا هيجي السادس أعدادي فما نعرف شو وكتي راح يتحدثون ويقولون هل يتغير المواد هل يرجعون العلمي والأدبي بعد ما نعرف مثل ما قلت لك طولت الجواب عليك مثل ما قلت لك أقرأ هذا اللي قلت لك به هنا التربية الإسلامية اللغة العربية اللغة الإنجليزية ونشوف إن شاء الله أكو خير نشوف شنوش راح ينزلون رأسا لنزلة إليك أخوي صف رابع ابتداء يراسب بثلاث مواد يمتحن دور ثاني طبعا الصفوف الأربعة الأولية اللي هو الأول ابتدائي والثاني والثالث والرابع الابتدائي إن شاء الله لهم امتحان دور ثاني لأن ما معقولة الوزارة تخليهم هيتي الراسب بثلاث دروس يعيد سنة هو شنوه هو أول ابتدائي والثاني والثالث ورابع ما معقولة ومن السابع المستحيل يخلون يعني الوزارة يخليهم يعيدون السنة على مود درس على مود الواقع بثلاثة أو الواقع بأربعة فلازم لازم يسوي لهم دور ثاني يعني هي قبل هي بداية السنة قالت على أساس الصفوف الأربعة الأولى اللي هم من الأول الابتدائي لحد الرابع ابتدائي قالت عبور قبل وراء فترة كان تقول تقول الوزارة تقول البس اللي بدرس ودرسية نكمل والثلاثة فما فوق راسب نحن على الصفوف الأربعة الأولى لكن ما معقولة يعني ستطيهم دور ثاني الغاء السنوات الغاء السنوات هم طالبوا يلغون السنوات الانتظار لكن أيضا لحد الآن الوزارة ما تحدثت احنا مراح نجيب حاتش من عندنا غير نسمع كلام الوزارة يلا نحتي فالوزارة لا تحدثت بالقرارات كل شيء يعني ساكته لا تحدثت لغاء سنوات الانتظار لا تحدثت قالت راح يغيرون المواد راح يرجعون العلمي والأدبي راح يحثون التطبيقي يعني لا قالت اكو قرارات مثلا للصفوف الأولية الأولى اكو قرار مثلا للثالث متوسط حتى الثالث متوسط القرار ما نزلته هاي احنا حسب يعني دنحتي حسب السنوات الساقة دنقلك خمس درجات الكل درس هاي بالنسبة للثالث متوسط الوزارة ابدا ما تحدثت بهيك موضوع ننتظرها وان شاء الله خير نتائج الاعتراضات اليوم نزلت فقط نتائج اعتراضات الكرخ الثانية بعد بس اول الاعتراض نزلت هي الكرخ الثانية بعد ما نعرف اول ما تجي تنزل طبعا هي المناهج ينزلون الاعتراضات رأسا نزلت لكم اذا صعدت الاصابات اكو تقليص في المناهج والدوام هي اسا صار لها تقريبا يوما صعدة الاصابات لكن اعتيادي اذا تصعد الاصابات الاصابات راح يتغير الدوام يرجع حضوري والالكتروني شون هسا هذا العام راح يقلصون المناهج هايذا صعدت الاصابات قلت لكم صالها يوما صعدة اليوم تقريبا 900 بارحة 700 اول بارحة 500 فلا نعرف دعنا نرى الدوام دعنا نبدأ الدوام ونرى نفكر حيصير تقليص لو لا الواقع بثلاثة هم يمتحن دور ثانى لو راسب هم اكو عشر درجات لو لا غير تقول يا مثلا ياصف انا اقول لك ياها ياصف انت ما ذاكرها شوف حبي السادس ابتدائي السادس ابتدائي السادس ابتدائي هم دور ثانى اللى واقع بدرس او درسية والثالث متوسط هم نفس الشى لكن ثلاثة دروس او اربعة دروس يعني ثلاثة دروس وما فوق ماكو ما يمتحنون دور ثانى لكن الصفوف خاف عبالك يعني الصفوف الغير المنتهية طلاب الكورسات يمتحنون كل الدروس او قلهم عشر درجات قرار للكورس الاول والكورس الثانى شوكة نتائج احتيات الثالث متوسط النتائج النتائج صار لكم يومين منهم خلصين مدير ثلاثة ايام ونزلت لكم فيديو قلت لكم من عشرين يوم فما فوق لا احد يقولوا شوكة النتائج بعد عشرين شهر بعد واحد انتظروا والله كريم هاي جاوبت عليها اه اشقد اطلع معدل او ادخل علمي الا الدخول العلمي والادبي ماكو اي معدل يعني انت نجحت من الثالث متوسط كيفك تختار قلناها الغاء سلامات الانتظار خلصت تعليقاتكم وان شاء الله التوفيق